المتاعدي براجز ولا أغيره ده ولا أتصلح بسم تيزوتك بقى يا حبيبسي لأ أنت بس أنت حاسها كده بس عشان دي ساعة غضب تخلعي دوافره إيه بس ياسمين معلش ممكن بس تهدي علشان نعرف نحن للمشكلة إيه عايزة إيه أجيب لك إيه مكنة لحام تلحمي إيه أه أنت عايزة تقطعيه الأول وبعد كده تلحمي لأ طبعا مش هيقف من جانب جامع لأ ولا الخوازي مش هكاية تحاسبين يا ماجي يا بنتي هكاية حكاية فلوس يعني يا ملح مينة معجوزة ليه كده ما تطفي في صدر وسجائر ولا تسيب عليك لاب ولا أي حاجة أوفر وأنظف يا باية على كلكع السيكات ما هو برضو أنت أنت اللي غلطت أنا ياسمين ياسمين يوو ده فصل شحن معلش معلش طب يلا بقى بسرعة شوية عشان نلحق الجريمة دي قبل وقع بقولك إيه مش قفشته خليها تروأه يعني ده أصلا غابي من زمان نبص هو أنا بصراحة حسن موضوع الدعبسة ده هو اللي بيجي بمشاكل اه طب هتسريفونك كده ايه بتعمل ايه انت مجنون فيه ايه لا لا أنا بس كنت بفادي المصيبة اللي طلعت قدامي فجأة دي مصيبة ايه ده الطريفة دي اهو هتبس تسريفونك علشان اللي بنت هتبوت الراجل وانت بقى اللي هتغيري الأقدر ها هتقافي قدام قضاء ربنا العمار بيادي الله ولا انت نسيت يا ستهان طبعاً طبعاً نسيتي ما احنا بعدنا عن ربنا من ساعة ما بعدنا عن ربنا وبقينا نطلب موبايلات الناس استغفر الله العظيم يا رب في ايه انا ما قلتش كده انا بس عايزة ااخد تليفونك اكلمها عشان تعرف ان احنا في الطريق ما هيعرفت ان احنا في الطريق قبل ما تليفونك يبصل شحن وبعدين وبعدين التليفون ايه اللي انت عايزة انا ممكن اديكي اغلى من التليفون مئة مرة انا ممكن اديكي ممكن اديكي روحي وحياتي ريم عليش انا عايز اقليك سؤال او انت ما بقيتش بتخافي عليها خالص انت مش عارفة مثلا ان الرصيد اللي معايا في التليفون ده ممكن يكون فيه اخر جنيه هحتاجه مثلا اطلب الاسعاف لو عملت حدثة اطلب البوليس لو اتخطفت الخاطفي يكلمك يطلب فدية الفدية اتكلمك علشان تطلب اردر اي حاجة خلاص مش هكلمها اوكي بس هاتي لفونك عبعت لها واتقاب بس او واتساب عشان تشوف صورتي دلي على الواتساب او يا بارد دا اللي ما عنديكيش من اخوة النخوة ليه يعني وانت قلع؟ لا لا ريم لو سمحت لو هنتكلم مع بعض بالاسلوب ده وقلع والجو ده يبقى بلاش خالص لو سمعت حبيبتي انا صورة اللي على الواتس ايب هي وانا معاكي وسعداء كده مع بعض وبنحب بعض عايزة تبعتها الهدي دلوقتي وهي بتقلع دوافر جزها تقوم تقوم تحسدنا اه لأ تصور ما خدتش بالي لأ معنىش يا حبيبي معنىش تحسدنا اه لأ تحسدنا طب ايه رأيك اصورك وانت بقى بمكشر كده ونحط الصورة دي على الواتقى بدل الموجودة هات 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 كل حاجة في حياتي هات ايه هات تليفونك هات مصروف البيت هات قصة المدرسة هات فينو وانت جاي هات هات انا انا ايه ما عنديش مشاعر مش بني ادم وانت مش هايز تديني تليفونك ليه وانت عندك اسرار بقى زي هاني انت كمان ولا ايه لا لا مكنش متوقع الغادر منك خالص يا ريم ريم انت مفروض مفروض انت بقيتي عرفاني يعني احنا بقينا عشرة يعني مثلا لو لو سمعتي فويس نوت مثلا بصوتي بتكلم بحب يبقى تعرفي ان انا بتكلم عنك لو لو شفت صورة انا ببعت وردة او قلوب حاجات كده تعرفي على طول انها ليكي لو لقيت صورة لي مثلا انا في الجيم معايا مثلا تلات بنات تتأكد ان التلاتة دول هما انت لو شفتيني اصلا في الشارع ماشي مع واحدة اكيد اقول اختك خرسي اختي عشرف من الشرف هنوعب بقى نقول اختي واختك وهم همك ونوصلها للدرجات دي وكل ده عشان ايه؟ عشان حت التليفون اه صح انت قلتها مش هنقصر بعض عشان تليفون صح؟ خلص فهد تليفونك بقى يال اه انا ما عنديش تليفون اه انا نسيته في البيت التليفون التليفون يفاصل شحف فاصل خالص مفيش شبكة هنا اه اه انا تليفوني مكسور اصلا لأ حافظتي التليفون مضر علشانك انا انا ما عنديش ستات يكلامه في التليفون انا ما عنديش ستات اصلا ما عنديش تليفون اصلا خلاص؟ ريم خلاص هي كلمة واحدة مفيش موبايل يعني مفيش موبايل قام هات تليفونك خلاص يعني ما بدهش لاتوحشين يا ريم موترانا ااه اااه شكرا